نلوح لأخبار فرقتنا يمكن طبعاً يعني حضراتكم مجهود كبير جداً أم بي اللعيبة احنا منتكلم على 3 مطشاط في خلال يمكن 10 تيام أو 12 يوم من العيار التقيل سواء سانداونز هنا سانداونز في جنوب أفريقيا أو نهائي سوبر أفريقيا طبيعي أنت بتلعب أبطال وأبطال مش قليلين واحد منهم بطل كونفيدرالية والتاني منهم والتاني بطل جنوب أفريقيا وأحد كبار المرشحين الفرق المرشحة للفوز بدوري الأبطال فعشان تسافر الحقيقة قاهرة جوهانسبرج ومن جوهانسبرج تروح بريتوريا وترجع من جوهانسبرج على أسوانه منها تطلع على الدوحة وترجع من الدوحة على القاهرة تبتكلم على لفة طويلة جداً يعني كم كبير جداً من الساعات مرهق بالتأكيد للفريق وبتخوت كمان 3 مطشاط كلهم مطشاط بطولات وبالتالي ميستر موسيماني قرر أنه يدي راحة والله أنا أشوفها قليلة بس طبعاً عشان إحنا إن شاء الله عندنا أمبي في يوم الجمعة اللي جاية هتكون راحة 48 ساعة وبعد كده نبتدي بقى نحضر لمواجهة أمبي في بطولة كاس مصر دول 16 الفريق يرجع إن شاء الله يبتدي تدريباته مرة تانية ابتداء أو اعتباراً من يوم الثلاثة الجاي راحة تاخد اللعيبة فيها نفسها يعني أنت كان عندك ضغط مباريات سواء في الدوري أو في دوري الأبطال ثلاث بطولات تقريباً من أول ما ابتديت رمضان لغاية النهاردة دوري بتلعب مطش كل يومين ثلاثة بعد كده عندك مواجهة دور الثمانية في أفريقيا مع سانداونز بعد كده عندك بطولة سوبر مع نهضة بركان وبالتالي كم كبير جداً من المطشاط وصفر جوه وبرة وبالتالي أعتقد أن اللعيبة تستحق 48 ساعة ويمكن أكتر لكن فرصة يعني فرصة أن نعيد حساباتنا ونرتب أوراقنا محتاجين شغل كتير ده ما فيش شك المطشاط الأخيرة لنادي الأهلي رغم نجاحوا فيها على مستوى النتائج بنسبة 100% علامة كاملة حتى يقدر يختلف التأهل من دور المجموعات في تشامبيونز ليج التأهل على حساب سانداونز في مبارتين قدمنا فيهم مرضود جيد مع بطل محترم والتتويج على حساب نهضة بركان بطل الكنفيدرالية كلها على مستوى النتائج 10 على 10 على مستوى الأداء عشان نكون جاهزين للجاي أعتقد أنه إحنا محتاجين شغل وده طبعاً اللي بيشغل مستر موسيماني بشكل كبير جداً الحمد لله الحمد لله بيرجع لنا محمد محمود جاهز محمود متولي جاهز كريم ندفة جاهز شفنا حمدي ومعلول بيحطوا رجليهم في الملعب وأعتقد الحمد لله أنه هم مش بعيد قوي يعني مطشين تلاتة كمان أعتقد مع وجود فترة إحنا هنلعب ترجي أعتقد 18 18-6 وبالتالي فترة كويسة جداً أنه تجهز الفرقة كلها وإن شاء الله نتطمن على أفشة وعلى هاني يدخلوا مع الفرقة فعندنا فترة كويسة نشتغل فيها على كل الديفوهات على كل النقاط اللي محتاجة شغل عشان نطور من أداءنا في الفترة اللي جاية ونقدر بقى نحسم بطولة الدوري نقدر نحسم شامبينز ليجي العشرة إن شاء الله بطولة الدوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله هيكون كمان كاس مصر ترجمة نانسي قنقر